اخوتي و اخواتي السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة و حلقة جديدة بلما نطول عليكم ندخل مباشرة في سنة تفاصيل جريمة اليوم القضية اليوم تمشي بنا النواحي مدينة الرباط لدينا العاصمة و تمشي هذه القضية بالضبط سنة 2000 سوف يأتي اتصال مع السبعة ونصف الصباح يصبحوا على اخبارية هذا الاتصال كان لديهم واحد السيد الذي كان داخل السوق بالطوموبيل هذا السيد كساب يدخل المواشي الذي يعلفه يدخل السوق يبيح كان لديهم واحد لابيس الذي يدخل السوق هذا السيد يقول انه شاهدوا يدخل السجل محطوط احده واحد السدرة واحد البلسة في هذه الشوق من الذي يحبطه ويقعه الذي يدخل المزارة الذي يبيح الحواله هذا السيد الذي نسمى الخمس يعني يعمل معه بالخمس خمسة ديال خمسة ديال كسبة هذه الكثيرة مهم هو الذي يكلف به السيد يقول أنه ستحب له شيء واحد الذي يطاح له هذا السكت الماء لا تنبه له وربما يكون عمر بشيء سلعاب وشيء مهم مهم هذا السكت يشبه السكان الذي يدفه لهم الحوايج الحمام مهم السيد فشبط فشفتح السكت لقى فيه الحوايج دي العيالة قى فيه بيجامات جلال بداية النساء إلى آخره ما هو يسمع الدليل معه؟ يعيط عليه يقول له أجي ترى المعلم رواحد المرأة وقيلها ميتة هنا السيد فش دار فش تلفت يلقى فعلا المرأة لابسة جلابتها ومقتولة حددك الشوك لديك السدرة فش قربوا بجوجبهم عندها يلقوا السيدة عامره بالدم وبدأت الرحكة تعطي منها أندرك الملكي مباشرة انتقلوا لعي المكان وفعلا يلقوا جريمة ما فيها ميتشاف المرأة مقتولة في ذلك الخلاق الذي لا يدور فيه حتى شيء واحد وفي ذلك الوقت بالطبع كان الصيف يعني الحرارة الشم شم طنطنة تمة وحتى واحد لا يستطيع يمشي إلى رجليه من تمة من غير الطموبيلات وحتى الطموبيلات وخيضوا دون تمة لا يتنبه لديك الجدة لا يشوفوها سيكون السيد طار انتباه دياله وذلك الساك لم يكن سيشوف الجهة التي فيها المرأة ما يمربيه فش كي بغير يفضح شي حد فش كي بغير يبيه الحقيقة كي يدير لها ألف سبا وسبا جهة درمية بدأوا المعاينة ديالهم على ذلك الجدة ومن خلال المعاينة الأولية تتضح لهم أن السيدة تكون في عمرها ما بين 55 حتى 60 سنة والضربة التي تلقيت لها كانت ضربة قوية وقوية بثاف جاءتها على مستوى الرأس ديالها الضربة الثانية والتي 100% هي التي كانت الضربة القاتلة تلقتها في كرشها بشي موس مضروبة بموس الكرشها الضربة الملاكي وقلبوا هذه المنطقة كاملة ولكن المال قوية لا طيرة يطير ولا وحشة يسير أمن غير ذلك السك جدر من قلبه السك وجدوا أن ذلك الحواج الذي كانوا فيه ما هو الحواج هذه العيالات؟ كان شرط شرط وجدوا كذلك البطاقة الوطنية لديها السيدة يعني لا يوجد البطاقة لا يوجد فلوس ومن خلال العنوان في البطاقة الوطنية تبين أن السيدة من مدينة الرباط وساكنة في واحد الحي ووسط المدينة في الصون ترفيل أخذوا الدرك الملكي داكساك تعلمت نيابة العامة بالأمر وأخذوا الإيد من عندهم لكي تهزل جد المستودع العموات لكي يدعها التريح الطبي ويقوم بتقريبه إذا أردنا أن نعرف ما هي السيدة وماذا يقوم بتقريبه وعلى ما تقتلت طريقة مهم هذا ما سنعرفه في التفاصيل التي جاءت في القصة دعوا هذا ونذهب إلى المدينة الرباط لكي نتعرف على واحد البنت اسمتها ماليكا ماليكا بنت تريويشا عايشة مع أمها وبها وخوتها بخمسة بيهم عندها خمسة الخوت فيهم جوج ابنات وثلاثة ديالتراري هذا غير الخوت الشقاق أما خوتها من مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى حيث ابوها كان مزوج وجنسة كان عنده جوج ديال الهيالات حيث لا يدخل في السياق أحداث القصة ديالتراري ماليكا من اللي وصلت للسن الخمسة عشر سنة اختها الكبير منها ستزوج بأحد سيد ستزوج به ستذهب عنده وستعيش معه عاشت مع المدة لخمسة سنة من بعد ستتصل به واحد المرض وستتوفى يعني هذه البنت توفات من اللي كان ماليكا في عمرها عشرين سنة اختها هذه توفة حيث كانت مريضة لدرجة أنها أبقعت مدة طويلة وهي في صبيطار وتوفيت في هنا وخلت واحد البنت هو واحد الوليد مازال صغر الأب الماليكا اختار معه مع رجل ابنته قال له هذا نعطى الله أعطاه البنت وفت خاصة تزوج وتقابلك 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 ولا يمر الجنازة مباشرة ماليكا لدرختها وبقى تقالسها وعيشها مع رجلها وتقابلك الوليدات وتجمع الدار مقابلك كل شيء يدمر السيد يرصي أموره وتزوج الشمرة ماليكا كانت حازنة على أختها بزاف وفيما كانت تحرك في الدار كانت تخيل أختها غادة جاية فيها أما الرجل الرجل أختها اللي كان اسمته عبدالصمد كان شفور دير واحد الكار كانت تحرك في الدار وكانت تحرك في الدار كان يقين الخدام لا يأتي لا يأتي أمي عليكا أن يلغطوا مع ملتاة جمعة والداتهم قيائنا وفرحانين خصوصا أن ماليكا كانت تحن فيهم الكثير وذلك ذاهم بحل ولادها طبيحة أمانة من عند خطاة بقيت الأمور هكاك الأب تقف رجل بنته وصفت له ماليكتين عنده تقابله الوليدات عبدالصمت كان عنده فكرة أخرى كان يفكر في حواج غرين شاهد أن ماليكا هي السيدة التي ستصلح له وهي التي ستقابل ولداته تحني فيهم ولا تتكرفش لهم طروري عدل بحساب الخاوة كان دائما هو فاش يأتي من الخدمة يرى ماليكا بعد المرة لابسة حواجها وكان الضروف الدار كان يأتي بحرق ثانية وخل بنت ماليكا كانت تحترمه وما كانت تهزفه العين ولكن هو كان كيف يفكر في حواج غرين ماليكا كان معروف عليها أنها بنت حادقة طيابها بنين بزاف السيدة نقية شقة ديالها ما كيف يدير بحاله السيد ماليكا كان يدخل يشم غير ريحة تتيده جافل وعاد زيد أن أولاده مخلاتهم لا نهائيا يتأطروا بالغياب ومشاها تيام ومشاها تيام ومشاها تيام ومشاها تيام جاب رجليه مثلا عند عبد الصمات أظهر معه وقال له كيف يديرك كيف يديرك كيف يديرك بنت الزواج عبد الصمات قال له هذا السعر يعني كيف يديرك لا يديرك المرأة التي تقبلها ولدته وتكون في المقام المرحومة قال له هذا يجب أن يرى مالكة قايمة بالواجب وزيادة هنا النسيب سيضرب بكل صراحة ويبدأ مع الموضوع الزواج مالكة قال له أنه لا يزوج بخالة الداري داري تعلقنا بها وأي واحدة جابتها غدا غير تكرفس عليهم وصافي يعني كما تعرفون أي مرأة الأب في المجتمع المغربي متهمة وأخذنا لها نظرا خائبة وأكيد لا يوجد شيء كأن عيالات ربعوا بهم وكبروهم ومن الذين كبروا الأولاد يجبون مرأة كبروهم غير الخير وهذا كان الأب قال له صافي أنا بغيت غير حفادي يكونوا مزياني هذا مقالي ما نقول سننظر مع مالكة ونتوكلوا على الله في ذاك الوقت البنت وحتى الولد كانوا لم يقدروا يقول الأب لهم واش تجواجوا لما تجواج البنت ودريرة مازال صغر يعني ممنوعوش أن خالتهم تكون في مقام دي الأمم مالكة عاود ما قدرش تزعينها فباه اقترح عليها أنها تزوج وراجل أختها صافي السيدة وفقت ما قالت واله مجرد ما هضر مع أبوها وفقت قالت أن أولاد أختها رفعلا محتاج لها بزف ومشات مالكة وعبد الصماد وعائلتهم عند العدول ودعوا العقد ودربوا الكحلف البيض ومشات لدرختها لأساس أنها لم تبقى غضيفة رأيتها ملضر ومشات عروسة وبدأت حياتها في ذلك الدار كبرت أولاد أختها وعشت باخر وعلى خير مع عبد الصماد وكانت ديما خريصة على أن أولاد أختها لا يشعروا بالنقص نهائيا لهم دوزت مالكة العامل الأولى ومن بعد تزادت عندها واحد البنيتها هذه البنية ربتها وسط أخوتها الخرين وسط أبنات أختها المهم كبرو الوليدات واللو قادرين يخدموه ويديروا مستقبلهم من رأسهم الولد عبد الصماد الكبير يعني من أخت مالكة اسميته المهدي مشامل ذلك المدينة وخدم في مدينة أخرى في واحد الشركة مهم الخبز الدال واحد مدينة أخرى أما ختم من نفس الأم التي توفت تعيت زوجات ومشأت لدار رجلها ما كانت في الضار؟ كانت غير البنت المالكة كانت وسط أبوها أمها هذه البنت اسمتها فدوة فدوة كانت واحد البنت سيبة قليلا كانت صحيحة ما شبهة أمها ولا أبوها ما شاهدوا القياس وكانتتعامل معهم مع الأب والأم حتى رأوا مكارين عندها لا يوجد أبوها أمها البنت كما نقول ما شمت طوابقها سيحست برأسها غير أعرف ما شاهدت برأسها بدأت تكبر ولا تتعلق فين تفلق خاصني هذه خاصني أخرها أو خاصة كل شيئة غالية خاصة ما يحضرونها بالسفاة اليوم خصوصا أن البنت فيها النفخة وكانت بغيت تبين قدام الناس وما راضيها بالمستوى الذي يعيش فيه بقى الأمور هكاك أبوها منذ السنين وكانت تقعها وكانت تزييرها ولكنها تغييرها لماذا تغييرها في الحقيقة والذي يبدأ الطريقة بعض السماء بعد المرور الوقت عبدالصمت سيتشاهدها وكانت تعيش مالكا وبنتها في طواب كانت تلتقى كانت تجبط مع أمها الموضوع كانت تفضر به وتغذى به وعيدت تتشاه به ستأخذها ولكنها كانت تأخذها كانت تطبخ لهم رأسهم بهذا الشيء. عبد الصمد قبل ما يموت كانت عنده واحد اضطار اخرى اللي كانت علاقة للحال. هذه الدويرة كانت وارتها عبد الصمد من عند ابوه. وعند واحدة واحد حنوط صغير في واحد الحي شعبي. هذه الحنوط تخرج النيت من ذلك الطار. هذه الحنوط والطار كان كاريهم هو أصلا. كاريهم بواحد ثمن اللي كان بسيط وبسيط بسافة. كاريهم رخيص لأنه قدعها. فدواء كانت تقول نبيعوه ونفرقوه الفلوسية لهم ما كيجيبوا كلا ما كيجيبوا كرا اللهم ما نبيعوهم التمر غلاف ديك الفلازة. نبيعوهم كل واحد. اش درزقوه واش طريقوه. مهدي ما كانش كيتحاسم مع مرتبوها. يا را كنحاسبها بحلمو. ما عمرو ما قالها فينهم الفلوسية الكرة مع العلم انها كانت راهيالي كتتخلص الخلصة اللي خلاء رجلها. يعني كتشدك فلوس تقعوه دياله. اما البنت الكبيرة فهديك ما كانش دايها قاعد تفشي حاجة. بمسوقها يعني صافي بالنسبة لها الاهم هو العائلة بقام المومة. اما ذكر بعض ريا اللي كانت كتشدهم مالكة ما كانوا شهم منها قاعدة مشاتية موجاتيا. ومالكة قررت انها تدير شي مشروع اللي تدخل منه شي حاجة. كان عندها الدار اللي سكن فيها. سكن فيها يوم بنت عفدوها. وعادة الدار اللي كانت كاريها كانت تأخذ كلها. خلال رخيص ولكن مهم قاضي الغراث. زيادة اللي كان عندها عود الخلصة ديال الشهر. مهم كان عندها مدخول. ولكن الحاجة الخيبة اللي كانت مالكة. هي انها مكانش كتعطيل كل واحد حقه. الله يجعل دار والمحال يدخلوا احتمية الدرام. يعني خاصة تفرق بالعدل. الراجل المات تفرق الورث بناتهم. مهم خوات مالكة ذاك الحال نتمنى كاريها. وعمرت وهي. ودرت فيه البيع وشرة. درت فيه التجارة. بدأت تجيب البيجامات من الشمال. تجيب المانت. الفوطات. الى اخره. وبدأت تجدير كليان جدا. خصوصا ان المحال جاي قريب السويقة. مهم كانت مستغل لهذه المسألة للصالح ديالها. راح اللي دازل السوق. يجري من عندها واللي راجع كي ياخد من عندها. المهم ديك حانوت. والله عندها تقريبا مدخول كبير. والله تتحل المشاكيل للنزجع. دارة المعرفة. الدرجة انها حتى خاصة شيء دار الكرة. كتبقى هي تقلب له. تبقى تسول له العيالات حتى تكريها له. وكتأخذ حلاوتها. يعني بحالة بدأت تقدير تتصمصع. عاود لي خاصة شيء في دارها. يعني بغا تشريها قديمة او تبيحها مثلا سداد القدم. صالة قديمة. تلاجع قديمة. هي كانت برعة الشاري. احتولت مدورة الحركة. وكانت كتبيح تموت جميل. تبيح سلعة وكل شيء. مهم لما حال مروش. ولا مدخل لها مصروف صحيح. ومرتاح. بنت هلقتها مزيانة. ولا ديها ما بغت. اما كتطيع الفلوس. وهي كتدور مع رأسها. وكتترى اللي بغت. هنا قد نبقى شوية. ونمشي ونشوف حاجة اخرى. مهم من بعد ما تعرفنا مزيانة على الشخص يدي القصة. انمشي ونشوفوا التحقيق في الوفاة دي الماليكة في نوصل. مهم من بعد ما داول جدت المستودع الاموات. غادي يديو معهم داك الكساب وداك الدري اللي خدمة. داك الخماس. اديوهم باش يبدو يحقوا معهم. ويعرفوا واش فعلا. ماشي هما اللي من مورها الجريمة. وجو كديروا داك البالغ غي باش يموهو تحقيق وصافي. وفعلا بعد ما حقوا معهم. عارفوا منهم انهم بصح. غي كانوا دايزمة مدك صباح. وكانوا غادي للسوق يقضيوا الغراض دياله. لان البوليس مشوا تأكدوا من البرنامج اليوم دياله. وعرفوا انهم كانوا في الضار دي كالأيام. وخدمتهم هيك يمشيوا للسوق من غر السوق. يمشيوا بيعوش ريو. يعني ما عندهم تعلاقة ولا احتشي سيلة به هالجريمة هذي. كعرفوا اصلا انت مالكة. وهذا الشراب شهادة الناس اللي شافوه. هم اللي يشاهدوا بهذا شي. الدرك المالكي غادي يرجعوه اللي العنوان اللي كان في البطاقة دياله المالكة. وعيمشي مباشرة باشي علمو العائلة دياله. من اللي وصلوا للدرك يدقوه. خرجت عندهم بنت هفدوها. بنتها ما جايبها لدني اخبار. سولوا هالجدار مياه للأم ديالها. قتلهم مرها مسافرة عند خوها. وقتلهم علاش. علاش بغيتوها. شنا هو السبب. ابنان معي يشوف سحب الطراء باش يتخلق. يقول لها ما ما يبتش من الموصيبة وقعت. الدرك المالكي المهى انه ما كان حتى شي حاجة. قلوا رغي خاصتك تمشي معنا. نسولوا لك شي اسئلة. وندنوا معك شي اجراءات قانونية. تخصك وترجعها وتفحلاتك. درك ما خاصهم غوة تمامة. ما خاصهم السيدات تسخف لهم تمامة. او يخلوهم عفضة. خاصتها تمشي معهم. وتسمع منهم في المركز. فعلا مشات معهم فتوه. وعلموها بانها ملقاو الام ديالها مقتولة في واحد دخلاء. في واحد بلاسة المقطوعة فيها الرجل. لقاو الام ديالها ولقاو واحدة لها الساك اللي في شي حويجات. ولقاوها عاود لكارت. لكارت بوحدها مرمية تماما بلا بصدع. بقعت البنت كتغوت. كتبكي. حالتها حالة. مو يخلوها حتى تدنات. من بعد ما هدقت شوية تلبهمنا انها تبشي معهم المستودع البلدي الاموات باش تتعرف على الجدتة ديال الام ديالها. تأكد منها. فعلا مشات مع هم فتوه. وقات لهم هده هي الام ديالي. هده يا ماما. رجعوا والدارك الملكي المركز باش يبحثوا معها ويسولوها على امها. يعني فيه كان دوكالايام. عند من مشات. واش عندها عدوه مع الشي واحد. فدوقت لهم ان امها ملكة رمشت عند خوها من ابوها. حيث هذا الولد هذا كان ناوي يخطب. يعني اتفك مع بنت الاسد انه يخطبها. وقال للمالكة خاصة تبشي معي. يعني تحضري معي. فعلا مالكة جمعت حويجها وخلت المحل لبنتها. الاسد انها تقابله. ومشت عند المادي. المادي اللي هي اللي ربطوه. وراه ولدها اللي كانت توفت. فقالت لبنتها قلسي هنا انا نتعطل. عنده قريبا شي سيمانة. يعني امور ما توقف مع اربيبها في هذه الخطوبة. ستترجع. قلت لهم من اللي مشات امي. ما اتصلت. واحد المهدي ما اتصل. قلت لهم انا بقيت ملاهية مع الخطمة في الحانوت. وكان يقول ان ما ما تكون عمي شغولة وانه يأتي على خطرها. وانه ماذا لم تصل بها وما عارفت اي ما نوقع عليها. الدركة الملكة بدأوا يسولوها. وانه ممكن لديها اداة. وانه مؤخرا جشي حتى المحل بدأ يتحدث عليها. وهي حتى كان يلاحقها وانه مقنطها بها. قلت لهم الله. اه بالعاقس وميدا اخلصوا قراصها ودعيها غير في خدمتها. وقال الناس يبغيوها. ما عندها مشكل مع شي واحد. الدركة الملكة كان عندهم الشك ان هاد الجريمة مورها غالبا غير شي قريساج ولا شي سرق. ربما ماليكة كان جاية في شي تاكسي او شي ترانسبور. وربما وقفوها في ذلك الخلاق وقتلوها تمها. من اللي سفاوها لها سرقوا لي هذا الشي اللي كان عندها وزادوا بحلاتهم. ولكن الدركة باش يعرفوها فاش تركبات ام تركبات معامل ركبات ترخصهم ضروري يمشيوا لعند هاد المهدي. حيث هو اخر واحد كانت عنده الضحية. فعلا مشو الدركة الملكة اللي عنده الطار. ومن اللي مالقوش بدأوا كي يسغلوا عليه في الحومة. يسغلوا هنا كي يقلبوا هنا واحد ملحنت عطاهم العنوان دي الشركة اللي خدم فيها المهدي. الدركة الملكة مباشرة لها الشركة وبدأوا كي يعيطوا له. شاهدوا ذلك السيكوريتي قالوا له السيكوريتي اللي سيكلمنا في الألف يعني. جابوا عندهم اللي بدأوا مع التحقيق. مهدي ما كان عارفوها له. سي تفاجأ. قام استغرب من المجي دركة الملكة والبوليس اللي عنده للشركة. ما اللي ادقوا. قالوا لورا لقينا مرة تبك مقتولة. والسي دركة أنت عندك أنت آخر واحد من الناس اللي كتعرفهم شافها. ما يقول لهم فعلا. أنا اللي اتصلت بها و قلت لها راه بغي نخطب واحد البنت. وكما كنت تعرف بها راه مقطوع من الشجرة. ومات. وماتت وانت اللي مربي يعني. يعني انتي في المقام دي الأم ديالي. يقول لهم راه هي خالتي وفيها بمي فيها كل شي. قلت هي لك في شي معيها وتوقف معي في هذا النهار الكبير زينا. ولكن في آخر لحظة. تصلت بها وعلمتها بالليدك الشي راه تلغى. رأيت خاص من أنا والبنت. وما بقيتش مفاهمة نويها. وصافية راقعت لي بلا ما تتخطب. وانا راه عاية الخالتي اللي مربيهني وقلت لها صافية راه كل شي تفرقت. فدوة. قد قلت بلي امها مشت عند المهدي. من اللي مشت معه وترجعت. المهدي كيقول بان ما جاتش عندي غالية. نعيط لها ولغاية الدكش. يعني غالبا شي واحد فيهم كي يكتب. يا اما فدوة كتكتب يا اما المهدي ولا كي يكتب. ترك الملكة يخليوا عندهم المهدي. قيد الحراسة النظرية. حيث هو دبا مشتبه بها الرئيسي في هذه القضية. خاصهم يتأكدوا ويعرفوا شكون الصفاها المالكة. شكل يجابها لذلك الخلاق. عاد اطلقوا المهدي. هنا في هذا الوقت سيخرج تقرير دي لطبيب الشراء. تقرير كي يقول ان ما لي كان من قبل. يعني قبل بات تقترر تعرضت العنف. شي حد كان كي تكرفس عليها. حيث لها آثار ديال التعديد. بهذا الشي واحد كان كي يضربها. كان كي يعنفها. كي يحاول يخنقها. وان هذا النهار اللي تلقات فيه رك كانت مقتولة بتلتيام من قبل. يعني نهار اللي تلقات رك كانت مشي دك نهار مات. كانت ايام قبل. الوقت تقريبية الوفاد ديالها كان ما بين الججر وبعد العشية. يعني في ذلك الوقت اللي كتكون فيها الحرارة مطنطنة. وكل شي قاسدار وما كانش لي قد يخرج. كما قلت لكم ارى الوقت اللي وقعت فيها الجريمة راه في الوقت ديال الصيف. وبين ان السيدة اتقتلت تحت التهديد. واللي قتلها راه اغفلها واضربها راسها من الله. وعاد من بعد طعانها لكرشها بش يتأكد انها توفات. السيدة كانت مقتولة في ذلك البلاثة تلتيام. تلتيام وهي مليو حتى ما واحد ما جاب ليها الخبار. حتى واحد ما لاحظ هذا الشي. الدرك الملكي سيرجعوا بش يحققوا مع بنتها في الدواء. ويساولوها في امكانة اقبل تلتيام من النهار اللي تلقات فيهمها. انه تهي يرى شك فيها. مدام ماهديك يقول انه علمها بش ما تجيش. يعني بلامت على البلاثة ويساول عن درانة الغيطة الخطوبة. يعني تقدر تقول البنت هي اللي صفتها المهار لاشي سبب معين. وبعض المرة الابناء كل والديهم غير ما لم بغلش تدور معها ولا شيء حاجة. ربما لقيت هذه الفرصة انها تلصقها في خوها. مهم ما عادينا. فاش بدأوا يسولوا في دواء قتليهم بانها كانت في المحل دي لأم دياله. ديك لو قيتها. قلت لك تخدمها عادي. كان فتح مع الصباح يعني ما تشعر. وكان ستة استدعشيها. وبعض المرات را كانت تعاطل تأس سبعة او تمنيا. اللي حساب الكليا نواش اخوه ولا مخوه اوش. وقلت لهم راح احيط البلاثة ديال الماحل عندنا بعيدة على الدار. كان دي معي اغدايا وكانت غدت منها. دارك مشوا كيسولوا الجيلان. وكيسولوا ديك المحلات اللي كانوا احدى المحل دي المالكة. وفعلا كلهم اكدوا ان مالكة كانت مسافرة. مشت عند ولدها. اللي حساب ما قلت لهم. وراه بنتها فدوا هي اللي كانت شد عليها الحانة وتحت تجي. قالوا بأن فدوا كانت كتفتح المحل كل نهار في نفس توقيت. وكتبقى قاسة في المحل حتى تستدل اشياء. يعني اللي حساب هذه الشهادة ديال بكل حوان تلحدها. فدوا تأكدوا انما عندها التعالى قبل جريما لوقعات الام ديالها. لباش كون مقالوهم عيني مشيوا يسولوا المهدي. وعيني مشيوا يسولوا في الشركة اللي يخدم فيها. يعني يشوفوا النهار اللي تقتلت فيه مالكة وواش هو كان يخدم ولا لا. ودهك الشي اللي كانوا متوقعين هو اللي كان. مهدي داك النهار ما جايش للخدمة اصلا. كندفع لهم من قبل شهادة طبية. كي يقول بان كان ضرها رجله. قال لهم عن غيب يومين. رانا مريض فيها. ودفع لهم ديك الشهادة طبية. ارسلها لهم مع واحد. خدمها. وهدي مشي صدفة. ضروري ما غدي سكون شي حاجة. بالزافة هذه الصدفة. درك الملكي يشبه داك الشورت اللي كان في الساك دي الملكة. اللي يلقوه في مكان وقوع جريمة. من اللي يحطوه قدامه ووصوله على الشورت. قال لهم هاد الشورت ديالي. ولكن ما عرفتش اش كيدير في الساك ديال خالتي. درك الملكي زادوا وشكوا فيه. وزادوا وتأكدوا من خلال الطريقة باش كان كي يهضر معه. تماشي منطقي. ان السيدة ممشاتش عنده الضار. وفي الساك ديالها كان الشورت دياله. ايش هيكون كي يدير الساك دياله في الساك دياله. وصافر الشورت واتخشف ساك دياله. ويفضرها. مهم السيد بدك يدخل يخلش في الهضارة. ولكن بالطريقة ديالهم. زيروا معه. عصرهم زيان. وبدأوا يقولوا له انك انت اللي قتلت خلت تكماليك. يقولوا انت اللي قتلت المرأة اللي كانت في متابة الأم ديالك. والدليل ان البلاسة اللي قتلت فيها السيدة قريبها من الساكن ديالك. وبعدها بزاف على مدينة طربات. الدليل العاوض هو الحوايج ديالك اللي لقيتها مفصصة ديالها. دابا احنا ما كنسولوك وانت اللي قتلت وانت اللي قتلت. احنا متأكدنا انك انت اللي قتلت. قلناها يا علاج. وكيف اشتاعد دبتها. وعلاج ديتها للك البلاسة المخلوية. ولكن كل ما هذه كان باقي شاد في النقران دياله. بقى ناكر. احتلوا لحظة اللحظة وكي نهار. بدأ اعطيها غير اللي بكاوت. قالوا ان شوفوا غير هدواليا انا سوف نعطيها لكم بكل شيء. ماديمور مامات الاب دياله كان نعمل في شركة. والصالير دياله كان خليل بزاف. صالير ميت. والسيد عود دخل راسه في شيروينة بشيكريتيات. كي اتت الدرزع ما لأساس بشي تجوج. وكانت لقيت واحد سيدة في علاقة معه طلبت منه انه يسلم كل كل شيء. من اللي قلها ما عنديش السيدة تفرقت معاه وخلعتو. اسمحت في هذه السيدة التي سيخطبها. من بعد مدة السيدة مقدش يتحمل فرقها ونطلب المالكا انها تبيع المحل. وتبيع الضار اللي خلاهم بذه. واللي كان هي كتتتنفع بهم. وكتتتتنفع بهم حتى بنتها. وكانه كان كان واكلا الغلة. مالكا ما بغتش. غوتت عليه وحيحت وحتى في دواره كانت تهضر على الورث ولكن هي ردمتهم كاملين من اللي لم تريد ماليك تفرق ذلك الشيء نظه هو مشى تسلف من البنكة أعطي لك البنت وقال لها بأنها تبقى ترد لوق من شهر لشهر هو رخض القرض من البنكة والسيدة تبقى مكلفة بطريطة هي قلت له كون هاني أنا سنقوم بعمل عملية لبابا ومن بعد سنخلص لك الفلوس على دفوعات كل شهر نعطيك طريطة السيدة خلصت شهر الأول عادي الشهر الثاني عادي غيدة ذلك الشهر ما بقى شبالي هالآطار أنه يصبح في الثقوفة الطريطات كاملة خلص يخلص طفعت عليه التليفون وبدلت حتى تسكنها وغالباً تنمتها أسيد عاق أنها نصبت عليه في هذا المبلاغ اللي ما يقدش يخلص نهائي ذلك المبلاغ خلص يخلص الكراه المصاريف اللي عليه ذكريات اللي أخذها على حساب الآتات مهم روناته دخلته في واحد الحفران اللي لا يخرج منها نعطيه واتصل بمالكة وكتب عليه هذه الكتبات هذه الخطوبة السيدة حسبها بمالكة سوف يحسبها بحال ولدها لم تردت نهائياً أسألت مسكينة حواجها في ساكها وشدت طريق لعنده كيف يقول المهدي أنه من اللي وصلت عنده مالكة فاتحها في الموضوع الورد عيام يبكي لها قال لها خاصك تعاونيني رأى الحمي لأخ نسكي الزوم مالي وأنت رأى في مقام الوليدة والوليدة رأى أختك وأنت ربيتيني بحال ولدك خاصك تعطيني فلوس رأى غارق رأى نواقع في واحد مشكل كبير وعاودي على المهدي الفيلم كامل اللي وقع له مع ديك السيدة اللي كان سيخطب مالكة ما تيقعتوش قتلوا هذه الحيلة قامت ديالهالية جاي بنيتال هنا وبغي تعاودي الكتوب يعاودي الأفلام ديكسة المهدي تعصب وناطب بدأ يضرب فيها كي يضرب فيها ويقول شوفي أهلا غوتي بقى السيدة عنده تماما يومين في الدار فيما كانت تشغله كي يضربها ويعدبها جاب الشراب التمى وبدأ يسكر حداها ويضرب فيها نصافي قطعنا على الورق لأنك تقطع مع الناف مقام وتقطع مع الوالدين صافرك وصلت للصخط وفي مكانت هي كتبغيت تهضر ينوضع عندها ويبدأ يخنق فيها السيدة مقدرتش مصبرتش في ذلك النار اللي ستوقع في الجريمة نهد هزلي هذا الشي كامل اللي جابت معها حيض لهذا كات ناسيونال ديالهم البسطة خضر الفلوس اللي كانت عندها وجمع لها الحويج في ساكها وبقوة الزربة والسيد سكران وضعيخ في الساك جمعت الشورت دياله واحد الشورت كان حطه حويجتها هو صدق دخله في ذلك الساك وذلك الشورت هو اللي سيفتحه ذلك الشورت هو اللي فرش القادية النيت مهم السيد اخذ الطوموبيل اللي واحد صاحبه طوموبيل قديمة مهلوكة بزر ومشى بها حتى لذلك الخلاء ذلك الخلاء لاحظ انه شفها وها لاحظ انه بعيدة للناس لا يرى هذا الشي واحد قال اللهم اللحانة حتى لا يدور في ذلك القدس السيدة سأقوم بها ويهددها في ذلك الموس يقول لها زيدي قمي لا تدوري شمورك هيا سأقومه ويهز واحد الحجران من الأرض ويجبط معها الرأس طاحت مسكينات أمم طاحت هذلك الشكر هذلك السيدرة طاحت اقلبها السيدرة كتتنازع ويجبط معها بوحط طعنة قوية بالموس بشل الطوموبيل جبت دكسك ديالها ولاحفوك من ذلك الشكر ما يدورك في الطوموبيل ومشى في حالته كي يقول هذا المجرم أن مالكة كانت معتبرها بحلم ومشي خالته كانت أهم ليه من كل شيء ولكن فلوس طاموة الدنيا كان كي يشوف المهدي أن مالكة كانت تتلاف بنتها كتر قال خلت كل شي عندها ما بغاش تطعهم حقه وخاشفت عندهم مشكل كبير ما بغاش تعتقه السيد ما قدش يخلص الدين ديال البنكة كان غالبا نهاية ديالوعة تكون في الحبس فالاخر قال ما بغاش تطعهم رزقه اللهم ما نصف فيها له ما نعيز فيها له ديكسارة كل شيء ياخد ناصيب دياله وهي ياخد هو حقه في الورد مورمت متهية ويمكن أنه يقتلها على ود انتقم منها لماذا حدرت الفرز بين بنتها وبين ولاد اختها وفعلا بعد تريحات المهدي عمشوا للطرف في ساكن ويقعوا المبزاب ديال القراءة ديال الشراب محطوطين فوق الطابلة ويقعوا كذلك حتى وحد صندالة ديال المالكة صندالة الميكة ديال العيالات كتبين انها ديال المالكة حتى وعودوا حتى صندالة ديال السروال اللي قال لهم انه بيها كان يعد بمالكة ويقعوا حتى الموس ويقعوا في الكوزينة مهم من بعد الاعترافة ديال المهدي تقدم العدالة والمحكمة حكمت عليها بالمؤباد حتى اللي هنا قد نكون سألينا القصة ديال اليوم تمنى تكون فيها عبرة كبيرة لجميع ما تشي حتى اعجل بالفرقة ديال الورث لان ذاك الحقد وضغينا كتغاغادي وكيكبرتك يتفرق على واحد منها مهم لايك تتبع لنا مكاتب الخير لايخرجنا منظر لعيب لعيب الله يرزقنا حسل الخاتمة ويجعل أخنا حسم أولنا ويجعلنا خفاف الظراف على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة وطول العمر والفلوس الحلال اخوتي اخواتي تقوض ان شاء الله في نفس الموعيد ترجمة نانسي قنقر